عشان تكون المسائل واضحة جدا في المسئوليات والمحاسبة اللي انت قلت عليها من شوية ما المطلوب من الجهاز الفني باعتباره رأس الحكم الكروي او الفني ايه المطلوب من الجهاز الفني في التعامل معه حفتين مهمين جدا الاحمال تتناسب مع هذا الامر نمر اتنين التدوير 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 بحيث انك انت ميباش عندك اساسي واحتياطي يبقى بص مرار فيه بودلاء وده اللي شفناه ده اللي انقذنا واحنا في كأس العالم للاندية ان ناس كانت متصورة ان البودلاء بعيدين عن الاساسيين وكمان خاصة ان جاء الحقيقة مبرط كأس الرابطة عشان يقدم لك مجموعة من الناشئين فيها جزء من الحل عجيب من السياسة اللي بتحصل دلوقتي وحنتعرض لها طبعا بتاعت الاعراض وبتاعت الانتدابات وبتاعت التصعيد وبتاعت فيها نوع من ده ده المطلوب من الجمهور لكن من الجهاز الفاني لكن انا عزبت بحاجة تانية من الجمهور مش واخدين بالهم منها الجماعة مش النقد بس هو المؤذي الاشادة المبالغ فيها مؤذية جدا يعني انت مش على طول اول اللعيب ما يدينا امارة جيدة ومباشرة نبتدي نطلخ عليه الالقاب ونحطه في مكانة يستحيل معاهم ما تيجي تنقضي وتقبلها انت عمالين اللعيبة الصاعدة الواعدة وحتى النجوم يعني ماذا فعلنا مع محمد شريف مثلا محمد شريف كان بيلعب بدون ضغوطه باريحية وكان بيلعب بسلاسة وفك وانا شبحته بمحمد رمضان وسرعة ازاره كان فيه المستين الهدوء امام المرمى وصفاء الزهر والقرار الشريف المخيف شريف المخيف اصبحنا ضغطين عليه ان كل ماتش لازم يجيب جواه كل ماتش لازم يجيب ده مش طبيعي خلوا الامور طبيعية فلما بنعلي قوي النجم لما باليش الارض الواقع بتترجم التوقعات ويبتدي الجمهور بعد شوية ينتقد بيبقى صعب عليه فعلنا هذا مع الشحات فعلنا هذا مع مع ازاره فعلنا مع ناس كتير حتى كل النجوم بتوعنا تعرضوا للتوقعات المبالغ فيها فلما يأتي لحظة النقد برضو فيها قاس واب بنفس درجة الانفعال الجمهور من حقه انفاعل بس مش ضروري يكتب انفعالاته يعني انفاعل وقول انت عايزه في عادتك الخاص لكن على الورق لانك لما بتجيه جامد جدا النهاردة انا اشفق على احمد عبدالقادر حجم التوقعات المحطوطة على اللاعب ده اصبحت جبارة واصبح ايه كمان التداول الاعلامي بقى هو حيقعد في مصر ولا حيسافر يا جماعة استنوا خلوا الرجل يستوي وينضج ويقدم اللي عليه ويدي امارة استمرارية مش على طول كده وبعدين لما يصيبوا وصوف يصيبوا هذه امور كروية عدم التفيق احيانا حنبتدي ننقض احنا اللي بنحط الناس في هذه الارجوحة ارجوحة اه طبعا ارجوحة الاشادة والنقد اه فقالت ايه كتك ايه كتك ايه كتك فاللعيب بيدوخ بيجي له دوار اه ما بيتحملش بركبينه مرجح مرجحة التوقعات اه ومرجحة الاشادة المبالغ فيها مبالغ فيها والنقد المبالغ فيه مبالغ فيه مش معنى انه هو غاب عنه التوفيق في ماتشو اثنين انه بقى واحد تاني ما هو ده اللي انتوا اشادتوا بيه مهم وبعدين عايزين اللعيب يديني اللعبة اللي يحفلوا بيها مهم ويديني الاداء المطمن ويديني الاهداف طلبات كتير الكرة بقت صعبة مش صعبة في ممارستها او صعبة في فلسفتها صعبة في المطلقي كيف نجهزه والاعلام بيشاهم في هذا لان طبعا الاعلام طبعا بيتعامل مع الامور كما يراها جمهور يعني هو هو يعني قليلا ما نجنح الى الهدوء والوسطية في نخدنا ايضا بنتمادة في المتح ونتمادة في الهجوم شوفنا ده حتى مع الاجهزة الفنية مسلماني مثلا فايلر افتكر فايلر ده في الدور الأولاني كان بيتقال عليه ايه وبيتقال عليه في الدور التاني ايه البشر مش تروس مش قطع غيار البشر عواطف ونفعلات ويوم حلو ويوم مرهق ويوم صافي ويوم موفق ويوم مش موفق عايزين يتعامل مع الامور بمسطرة هادية شوية نفرح احنا زي ما نفرح خلي التحفيل والكلام الكبير ده في اعداتنا الخاصة لكن لو نقلناه ووصلناه الى المسؤولين والاجهزة واللعبين حيجيله هذا الدوار اللي بقولك عليه طيب علشان ما يحدثش هذا الدوار في المرجحة او من المرجحة دي اذا المطلوب من الجهاز الفني مراعاة الاحمال البدنية ودي خبراتهم وهم وعلمهم هم قادرة به ثم سياسة التدوير بحنكة وحكمة علشان يتم توزيع المجهود المطلوب في خلال الفترة الصعبة او دي على اكبر عدد من اللعيبة بما يريح الجميع للفترات الجاية كمان الاصعب المطلوب من الجماهير زي ما المهانس عدلي لخصها قليل من الحكمة والهدوء في التعامل مع اللعيبة والنجوم سواء بالنقد الجارح او لما لا يتحقق المردود المأمول من اللاعب لازم نراعي طبيعة المرحلة وظروفها والضغوط والاحمال البدنية الشديدة اللي عليهم اشتركوا في القناة